قال مرصد الفتاوى التكفيرية والأراءة المتشددة التابعة لدار الإفتاء إن النجاح الباهر والانتشار الواسع لمسلسل الاختيار أحبط سنوات من الدعاية الخبيثة للجماعات التكفيرية وهدم كافة الدعايات الكذبة والخبيثة لها لو كنت حضرتك واحد من متابعي مسلسلات رمضان السنة دي فحب أقول لحضرتك إنك واحد من المحظوظين لأن قيمة ترشيحات الأعمال الدرامية هذا العام تأتيكم برعاية دار الإفتاء المصرية حس إنه وحرصا من السادة العلماء على توعية المسلمين بأمور دنهم وما ينفعهم في أمور دنياهم وأخراهم قرر مرصد الإفتاء إنه يشكل لجنة لمتابعة الجديد في دراما رمضان هذا العام وبعد الفحص والدرس وقع الخيار على مسلسل الاختيار تابعوه يا معشر المسلمين ففيه الخير من عند رب العالمين أقبلوا عليه بالقلوب والعقول ففيه عبر مستقات من هدي الرسول أثبت المسلسل لرسوق المكان الرفيع للقوات المسلحة في عقول وقلوب المصريين ووحدة وتماسك المصريين في مواجهة الإرهاب آخر حاجة ممكن تستناها من دار الإفتاء إنها ترشح لك مسلسلات ما هو مش معقول اللي بيتابعوا الدراما التلفزيونية هيسيبوا كل القنوات اللي فاتحة ليل ونهار على الأفلام والبرامج والمسلسلات ويجوا لدار الإفتاء عشان يستطلعوا رأيها الفني وبعدين دياريته حتى كان إجابة على سؤال ورد للدار مثلا في حكم مشاهدة مسلسل الاختيار يمكن كنا بلعناها وقلنا أهو بيردوا على أسئلة الناس لكن الغريب والعجيب إنه لا حد سأل ولا حد تفتح بقه ده المرصد نفسه هو اللي قرر يتبرع ويتطوع من عنده بإتحاف المسلمين بالبيان المبين لكن ربك والحق البيان كان مغري ومثير لدرجة إنه فتح شهية الجماهير للأسئلة فهذا سائل يسأل لو سمحت يا دار الإفتاء أنا فاتتني الحلقة الثالثة من مسلسل الاختيار ينفع قضيها بعد رمضان وهل لها نفس الأجر سؤال تاني طب معلش حضرتك أنا مش بسمع مسلسل الاختيار خالص بسمع مسلسل النهاية بس يا ترى علي زنوب كده ولا لازم أسمع الاختيار عشان أكفر عن زنوبي أما التالت فبيقول الحمد لله أنا مواظب على الحلقات يا مولانا بس أحيانا بغفل شوية من الإعلانات ادعيلي ربنا يهديني وأنا كمان من مكاني هذا أحب أسأل فضيلة المفتي وقوله يا فضيلة الإمام صحيح الفن الهادف بيرتقي بالمشاعر ويسمو بالوجدان لكن أليس من الأجدى وإحنا في شهر رمضان إنك تدعونا لتقوية الإيمان وتدبر القرآن بدل ما تدعونا لمتابعة المسلسلات اللي حتى لو كانت مفيدة زي ما فضلتك بتقول بتشغل الناس عن ذكر الله في هذا الشهر الفضيل وبعدين هو فضلتك سايب المساجد مهجورة والتراويح ممنوعة والقرآن بنتحايل على الأوقاف عشان تشغله في المساجد وقاعد تتفرج على المسلسلات وتقيم لنا محتوها ولا حضرتك زعلانك من الشياطين محبوسة في الشهر الكريم فقلت تعمل الواجب لحد ما يخرجه يا فضيلة مفتي الديار والله ما حد هينفعك لا عسكر ولا جيش ولا مخابرات انسى كل دول وافتكر يوم واحد بس يوم يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون